عودة الاستقرار وارتفاع على درجات الحرارة متوقع خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقارية سعادة لوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن إذن بعدما تأثرنا بيئة الامتداد لمنخفض الجو والأجواء الباردة والماطرة خلال نهار يوم أمس عادة الأجواء للاستقرار نهارا اليوم الخميس مع استمرار الأجواء الباردة نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة بشكل عام مع ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن تستمر الأجواء مائلة البرودة خلال ساعة النهار وباردة بشكل لافت خلال ساعات الليل تفاصيل أكثر نستعرضوا بهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم يوم الخميس تستمر تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة نسبيا في عموم المنطقة درجات الحرارة تبقى أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقم العام لكن اعتبارا من يوم الجمعة تبدأ ترتفع درجات الحرارة قليلا لكن تستمر الأجواء مائلة البرودة خلال ساعة النهار وباردة بشكل لافت خلال ساعات الليل يوم السبت بإذن الله المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح الأجواء مائلة البرودة إلى لطيفة نوعا ما خلال ساعة النهار بينما تستمر باردة خلال ساعة الليل مع أجواء مستقرة بشكل عام توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة أجواء بشكل عام كما ذكرنا مستقرة تفرق لبعض الغيوم ثمان درجات مئوية كحرارة مقاسعة المحسوسة سبع درجات مئوية الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة يوم الجمعة سبعة عشر إلى عشر يوم السبت ترتفع تسجل تسعة عشر إلى تناشر درجة مئوية وتعود وتنخفض يوم الأحد تسجل 17 درجة مئوية كحرارة العلمة أما الصغرى ثمان درجات مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الجمعة نبدأها كل عادة من المنطقة الشمالية المفرق أجواء غائمة جزئية مع 17 إلى 10 إربط 18 إلى 12 نفس الأجواء والحرارات في جرش أما عجلون 17 إلى 11 درجة مئوية الزرقاء أجواء غائمة جزئية مع 18 إلى 12 نفس الأجواء والحرارات في البلقاء أما العاصمة عمان 17 إلى 10 مع أدبة 18 إلى 11 والبحلمية 24 إلى 19 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك أجواء غائمة جزئية 18 إلى 9 الطفيلة 15 إلى 9 الشوبك 14 إلى 8 ومعان 17 إلى 9 والعقبة 24 إلى 18 درجة مئوية المنطقة الشرقية الأزلق 18 إلى 11 الصفاوي 17 إلى 10 ورويش 18 إلى 11 درجة مئوية مع تفرق البعض الغيوم كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاهل غزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة